في الوقت اللي هنزل في الفيديو ممكن تكون اشتريت بلاك اوب سيكس او لسه مشتريتهش بس قبل ما تلعب بلاك اوب سيكس في معلومات اللي لازم تعرفها اشتراكك الكلماتين بقى معلم يلا بنا اهلا وسهلا بك في قناتك فيستيب جيمينج اللي معرفني شو اهو مرة بتفرج علينا اسمي كريم بقدم مراجعات عن الالعاب وعند الاجهزة منور قناتك يا مش اي عودة لسلسلة اللي كلنا منتظرنا وبعد صدور اللي كان فيها شوية مشاكل وعرضناها لشركة اكتيفجن اكتيفجن نزلت تصريحات وحاجات كتير جدا فيها تحسينات وتصريحات كتير للعبة وانا اعتقد ان كولف ديوتي بلاك اوب سيكس وانا بقول لكم حتى وقتنا هزا اللعبة جيدة جدا وتعتبر بلا اخطاء لكن قبل ما تشتريها معلم في حاجات لازم تعرفها اول حاجة معنا هي قصة اللعبة كان فيه خلاف كبير ما بين الناس على اه اسباب منع اللعبة واللعبة اللي اتمنعت في الكويت في دولة الكويت بالزات ودي كان ظهور شخصية صدام حسين بشكل معين او بشكل بطولي او بشكل ممكن يكون فيه ان الحكومة الامريكية كانت ظلمة لصدام حسين شوية وهنا ممكن يكون ده اثار حفيزة الحكومة الكويتية في الاول وفي الاخر كل شخص وليه الحق ان هو يعترض على اي محتوى هو شايفه لكن لو الناس اللي موجودين داخل دولة الكويت او في اي مكمل عالم بتشتغل من اكاونت تاني او من حساب تاني مش حساب الكويتي فهتقدر تلعب بدون اي مشاكل قصة اللعبة بتتكلم في الحقيقة الخادعة ده شعار اللعبة ان كل حاجة بتشوفها هي مش حقيقة هي خدعة وناخد قصة في نقطة راول منديزو بعد الباناما بلوت ومفروض ان دي كانت نهاية الحرب البردة كان راول عنده عملاء كتير ومولز كتير داخل المخابرات الامريكية كان فيه اختراق كامل للمخابرات الامريكية ومن هنا بتبدأ الفكرة في ان الكصة بتدور احداثها في بداية التسعينات بالذات اللي عمل هو حرب الخليج التانية او عصفة الصحراء بخيانة من داخل الولايات المتحدة الامريكية للناس اللي موجودين على الارض او العملاء بتوع وبطال اللعبة هيقلبوا على امريكا مش زي ما كنا بنشوف كل جزء ففي خيانة هتحصل من امريكا للعملاء دول والعملاء دول هيقلبوا على امريكا فهيبدأوا في حرب بداروس مع المخابرات الامريكية. كسب الدور احداثها في جزء كبير منها حوالين خيانة عصفة الصحراء وفكرة اتهام الحكومة العراقية بامتلاك اسطحة بايولوجية. ده بالنسبة لطور الكس او الكامبين. الكامبين من المفترض ان هي يكون من تمن لعشر ساعات اكبر بالضعف تقريبا من اللي كانت موجودة في كل دور الناس كتير اشتاكت منها واللي كانت تقريبا خمس ساعات. عبارة عن حداشر مهمة تقريبا. والحداشر مهمة دول تقدر حضرتك ان انت تنهي كل مهمة في الكامبين بشكل معين وقراراتك وطريقة اللعبة مختلفة. هي طبعا مش طريقة لعبة مفتوحة لكن شبه مفتوحة وتقدر تنهي الميشن بتاعتك باي شكل انت عايزه لكن في الاول وفي الاخر مفيش نهايات متعددة في اللعبة نهاية تكون نهاية واحدة فقط. اللعبة ستصدر يوم اربعة وعشرين عشرة في منتصف الليل. يعني منتصف ليل اربعة وعشرين عشرة اللي هو بعدها بدقيقة هيبقى يوم خمسة وعشرين. ايا كنت انت موجود فيهن في العالم. اللعبة ستصدر اولا على بلاي ستيشن واكس بوكس. ثم بعدها بسبعتاشر ساعة هتصدر على تقدر تقدر تنزل اللعبة من دلوقتي. لو حضرك منزل اللعبة من قبل كده او كان عندك الامكانية ان انت تلعب البيتا. فمش هتاخد منك وقت طويل جدا تقدر تخش على طول في السيرفرات هتكون يوم اربعة وعشرين عشرة بالمتصف الليل. معلوما اللي بعد كده كل اسلحتك وتقدمك اللي كان موجود في البيتا بتاع حتى لو انت كنت تشاري اللي بتديك اسلحة واسكنات متطورة شوية كل حاجة هتفضل محفوظة معك وتقدر تخش بيها جزء جديد من بدون ما تفقد الرانك بتاعك. تكلم هنا عن ودي نقطة لازم الناس كلها تفهمها. اي حضراتك تحصلت عليها في لم تنتقل معك الى كولوف ديوتي بلاك ابس. كولوف ديوتي بلاك ابس هيكون لها بتاعتها السيستم بتاعها السيزون بتاعها مش مرتبط خالص بمودرن وورفير تماما. ومش مرتبط برضو كولوف ديوتي وورزون. الخرايط المفروض ان في سبعتاشر خريطة جديدة نازلين في اللعبة. والخرايط دي بأطوار لعبة مختلفة كتير. والخرايط على سبيل المثال اللي شفنا منهم جزء. لكن هنقول لكم بقية الخرايط الجديدة. مش كلها طبعا انهما سبعتاشر الخريطة. خريطة شفناها 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 ما شفناهاش بعد كده عندنا من الحاجات اللي شفناها شفناها ما شفناهاش وشفناها قبل كده. ففي بعض الخرايط اللي احنا شفناها في تور هتبقى موجودة هي هي نفس الخرايط هيضاف عليها خرايط تاني. وفي نوفمبر بعد طلب جماهير اللي قاله ازاي هينزل كول اوف ديوتي بلاك اوبس من غير نوك تاون. نوك تاون هتنزل لكم ان شاء الله في شهر نوفمبر في اصدار او في تحديث للعب كول اوف ديوتي. يعني امعلم الشهر الجاي مش بعيدة. نخش بقى على المودز اه بتاعتنا. المودز بتاعتنا هي الستاندر مودز في لعب الانلاين. وهي كالادي. تيم ديث ماتش. دوميناشن. سيرش اندستروي. كيل كونفيرم. دي التورز العادية اللي موجودة في اي لعب كول اوف ديوتي هتبقى موجودة بنفس الشكل. ببعض الاطوار اللي هتكون افضل من كده او معمكة اكتر من كده وهو تور الفيس اوف. تور الفيس اوف بيكون في بعض الاشياء من الاطوار اللي احنا قلناها بلكده بس بيضاف عليها كلمة فيس اوف. اللي بتبقى فريق ضد فريق. زي فيس اوف دوميناشن. فيس اوف ديث ماتش. فيس اوف كيل اوردر. وفيس اوف كيل كونفير. نيجي للتحسينات اللي هتطرق على كان عندنا مشكلة في بيتا كول اوف ديوتي وهي الهيت شوت. كان كتير من الناس بيضربوا بالاسلحة بتاعتهم. في الراس وما بيحصلش هيت شوت. فتم تحسين الهيت شوت بشكل كبير جدا بحيس ان هو يكون مؤثر غير اللي احنا كنا بنشوفه في تور البيتا. تور البيتا كان الهيت شوت ده يعني يعتبر عملة ندرة. كان هناك مشكلة برضو واحنا تكلمنا فيها في الفيديو اللي قبل كده. لو انت مشافتوش روح انا تكلمنا ايه على البيتا وقلنا المشاكل اللي كانت موجودة. وهتلعلك دلوقتي فوق الفيديو ده. لحيزة تتفرج عليه. في فكرة تبديل الاسلحة اثناء الرجل. بتاع تغيير الاسلحة. والانيميشن بتاع الريلودينج. والتعامل مع الاسلحة كان طويل جدا بشكل مبالغ فيه يوصلك لدرجة ان في تبديل الاسلحة عشان تبدل بدل ما تعمل كان بياخد وقت طويل جدا. فده مع سرعة لعبة زي مع اللي عاملينها التحرك في جميع الاتجاهات كان صعب جدا. ما مجرد ما انت تغير سلاحك غالبا بتموت. فغيروا تبديل الاسلحة اثناء الرجل خلوه اسرع واسهل واسلس بدون الانيميشن الطويل. يجي على تحسين الاسلحة. شفنا مشكلة في اللعبة وهي مشكلة ان كانت غير مؤسرة بالشكل الكبير اللي احنا بنشوف بيها وشفنا او دي كانت اكتر حاجة مؤسرة في اللعبة والناس كانت بتسبام فعملوا للشورت ماشين جانز وعملوا شوية للشوت جانز بحيس ان يكون فيه في الجيم بلاي الناس بتلعب بشوت جانز او الناس اللي بتلعب باسم جي. لكن الناس اللي بتلعب بأسولت رايفل او بتلعب كان فيه تحسين على اللي كان فيه مشاكل. والأسولت رايفلز انا شاف انها جدا ما كانش فيها اي مشكلة. نخش بقى على نظام اللي هيبقى موجود في كل فيدي. برضو شفنا في البيتا ان احنا عندنا تلاتة تير او تلات فئات من البركات. البركات دي لونها احمر ازرق اخضر. الاحمر اللي هو وده بيدي قدرة قتالية عالية. الازرق اللي هو ده قدرة استطلاع اكتر بتقدر تشوف الاعداء فين وخطواتهم وتسيب اثارة على الارض. والاستراتيجي اللي هو لونه اخضر. ده في الاخر اللي بتكلم عن والأنابل والمعدات اللي انت بتستخدمها. فغالبا كل واحد فيهم ليه ميزة. مفيش حد احسن من التاني. انا عن نفسي كنت مفضل نفس البركات. حضرتك لما بتجمع البركات الزرق كلها وتستخدم ازرق. بيطلع لك بيرك زيادة وهو بيرك او او لكن عندك القدرة ان انت تجمع بيركات مختلفة لكن البرك الاخير مش هفتح لك. لما تجمعهم من لون واحد هيفتح لك مفيش مشكلة. ومش بقى على الجديدة والبريستيج الجديدة والبريستيج كل هيبقى من خمسين لكن كل عشر من الخمسين بيتفتح لك هداية او بيتفتح لك تقدر تستخدمه بدل ما كنت محتاج الخمسين عشان توصل مرة احدة. فده بيؤدي الى ان هيبقى عندك متعة وعندك غرض في ان انت تكمل بتاعتك عشان توصل للبريستيج. نيجي لاخر حاجة واللي الناس منتظرين وهو طور الزومبي. طور الزومبي عندنا خريطين اساسياتين. اول خريطة معنا هي دي معمولة يعني للناس يعني الناس اللي هم عايزين يلعبوا زومبي بدون ما يكونوا بيعانهم. وهنا انا شايف ان عملوا ما بين زومبي مع اللي احنا شفناه في المشكلة اللي عندي واللي انا بصراحة شايف ان هي يعني ازمة ان هم لما وعدونا او زومبي انا مشايف ان ده زومبي خالص. لكن ممكن يكون اقرب للاضافات اللي نزلتنا مع في فترة لاحقة. هنشوف الزومبي مش متأكد انا ازا كان الطور هيبقى جيد وهلقى بصراحة لان انا مجربتهش انا عندي معلومات فقط. لكن الطور التاني اللي هيقدم تحدي واللي هيكون خريطة اكبر واوسع هو طور دي خريطة جديدة للهارد كور جيميرز بتوع الزومبي. وهتبقى من الخرايط الصعبة واللي هتحتاج تعاون كبير جدا مع فريق العمل بتاعك او في التيم اللي انت بتلعب معنا. فهو وفر لك الحاجتين للناس الكاجول او للناس الهارد كور ده موجود وده موجود. وهنا بقى نتكلم عن اللي بتبقى موجودة في خرايط الزومبي. ناس هتقول طب يا كريم دلوقتي لما الناس هتبدأ يوم اربعة وعشرين تلعب طور الزومبي من اول ساعة من الساعة اتناشر بالليل والناس بتوع البيزي هلعبوا وبعديهم بسبعتاشر ساعة. فهل كده معناها ان هيفوتهم اللي موجودة وهتتحرق عليهم اللي موجودة في طور الزومبي? لا. طور الزومبي يا جماعة مش هينزله بتاعته الا لما كل اللعبة تنزل على جميع المنصات اللي مفهود تنزل عليها. اللعبة تنزل على جميع والبي سي. هتنزل على الجري جديد. وايضا هتنزل على البي سي. هنا برضو في ميزة كمان ان ما فيش حد مميز ودي جديدة في تاريخ ما فيش حد هيميز سواء بلعب على كونسول او بي سي. بمعنى ايه? بمعنى ان كان في محتوى اضافي او اضافات بتنزل مسلا لاصحاب بلاي ستيشن بلاس او اصحاب الاكس بوكس او اصحاب بي سي بينزل لهم زيادة مختلفة مع كل كونسول. ده كنا بنشوفه مع بلاي ستيشن لان بلاي ستيشن كانت هي المسوق الاساسي للعب كونسول فكان في اضافات للناس اللي بتلعب كونسول ديوتي على البلاي ستيشن. دلوقتي كله هيبقى زي بعضه مفيش حد هيميز عن حد ومحدش هينزل لاضافات مش موجودة عند التاني. كل الناس هيبقوا ليفل واحد وسوا سي. يعني ممكن نقول عادة عادة ان اصحاب الاكس بوكس جيم باس هم دول الوحيدين الوحيدين اللي هيقدروا يلعبوا اللعبة من ضمن اشتراك الاكس بوكس جيم باس بدون ما يدفعوا سعر اللعبة الاساسي اللي هو سبعين دولار او اللي تمانها مية دولار. عايزي اعرف مستوى حماسك واستنوا مني المراجعة اللي مش هتنزل لكم في اول ساعة ساعتين كده لا احنا بنلعب اللعبة وبنتأكد من كل حاجة. انزل بقى كتب لي في الكومنتات مدى حماسك لكل ديوتي? هل هتطلع لعبة جيدة? ام هتطلع لعبة سيئة ومخيبة للامال? نستني تعليقك واشتراكك عشان عايزين نوصل ربعمية الف مشترك. نورت قناتك يا باشا. كان معك كريم من قناتك في فيستيب جيمين. شوفوا كن شارل في الفيديو لگه. سلام